في تعليق للسيد عمار الحكيم حول انسحاب الصدريين من البرلمان قال ان لا احد يستطيع ان يملأ فراغا احد هل هذا يعني انه قطع الطريق عم من يحاول الاستحواذ على مقاعد الصدريين لا ابدا هو يعني ان ادوار لا يمكن ادوار الكتلة الصدرية لا يمكن لأحد ان يأخذها لا يمكن لمساحة الكتلة الصدرية ان يتمدد عليها احد هذا ما يقصد سمحت السيد الحكيم نحن نحافظ على المكونات العراقية والبنية السياسية للمشهد السياسي العراقي لانه تعلمون جيدا اليوم هناك مطبات حدثت في العملية السياسية ثمانية اشر وهناك عجز من التحالف الثلاثي او الاطار التنسيقي لانتاج مقدمات لانتاج حكومة او حتى الاتلاف على طاولة حوار لانضاج قرار سياسي بالتالي اليوم المحافظة على القرارات والمحافظة على الرؤى لا تأتي بمخرجات بل هي المضي بالتحول نحو يعني التعاول مع ما يحصل في الساحة السياسية بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي لكن مع الحفاظ على رؤية الكتلة الصدرية المحافظة على وجود هذه الكتلة ورؤاها في الساحة السياسية اي اننا نعم هم انسحبوا من البرلمان وربما يعوضون وبالمناسبة وتحت هلالين لحد لحظة ترديد القسم للنواب البدلاء لا تكون هناك فاصل زمني ممكن من خلاله عودة الاخوة في الكتلة الصدرية وهذا ما ننادي به ونقول بانه لا يمكن التمدد على حصة الكتلة الصدرية لوجودها كركن اساسي في البيت الشيعي اذا كل الحوار هو لابد من ان يكون هناك عمل حقيقي في الساحة السياسية لان المواطن ينتظر المواطن لا يستطيع ان يتأمل خيرا في ظل هذه الرؤية السوداوية من قبل البعض التي يسجل بها بان قد نذهب الى تظاهرات دموية او ما الا ذلك مما حصل في الشارع وخصوصا اللافتات واليافتات التي زرعها طابور الخامس اذا العراق مهدد بشكل كبير ومحاولات كبيرة لزد الشعب العراقي في اتون قد تكون حرب شيعية شيعية او اي مسمى اخر المهم انه يذهب الى عدم الاستقرار وعدم وجود بوصة القرار السياسي